ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حيث أنها برهنت سموها على مقدرة فائقة على ترجمة رؤية وتطلعات جلالة الملك المعظم من خلال المجلس الأعلى المرأة وما يطلقه المجلس من برامج ومبادرات نوعية جعلت مملكة البحرين نموذجا عالميا في مجال النهوض بقدرات المرأة وتوفير بيئة ممكنة لوصولها إلى أعلى المناصب وتحقيق أكبر المنجزات نعم سعادة الوزيرة كيف تصفين ما حققته المرأة البحرينية من إنجازات محلية وأقليمية ودولية أيضا وأكد هنا على أهمية الجهود والمبادرات التي تقوم بها مجلس الأعلى للمرأة لتعزيز تقدم المرأة البحرينية في مختلف المجالات بما في ذلك ابتكار آليات وطنية لتحقيق التوازن بين الجنسين وتعميم مبدأ تكافؤ الفرص وتحول المجلس إلى بيت خبرة وطني في مختلف الموضوعات المتعلقة بالمرأة وأود أن ننوه أن الثقة الملكية التي حظيت بها كأول وزيرة للسياحة بملكة البحرين ما هي إلا ترجمة للنظرة الثاقبة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وثقته التامة في قدرات المرأة البحرينية والتي تزيدني شرف ومسؤولية لإبراز مملكة البحرين بأبهى صورة في هذه المناسبة نفخر بمسيرة وعطاء المرأة البحرينية وما وصلت إليه من تقدم وما حققته من إنجازات وهنا أود أن أشير إلى أن حضور المرأة في وزارة السياحة وفي هيئة البحرين للسياحة والمعارض يقدم نموذج عن مدى التقدم الذي حققته المرأة البحرينية ونحن حريصين على مواصلة دعم المرأة وتشجيعها وتوفير البيئة المناسبة لها لضمان استداوة تطورها المهني والوظيفي وصولا للمناصب القيادية في القطاع نعم سعادة السيدة فاطمة بيت جعفر الصير في وزيرة السياحة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك